بحيب كل خوار مصر صلاة ارمان التحرير او في كل مهدين مصر هم الامل ربنا بعثوا عشان شهروا البلد انا ملحظة بالسياسة التخوير سياسة التخوير دي حدا صعبا كل الناس بتحقه مصر اه بس بتحباه على قراءته اه الناس كتير احنا عمان نتكلم ويسكت المجلس العسكري ويار عمان التحق كلهم السين اخواتهم عتقابين العسكريين العتقابين العسكرية يعني انتخيل اسوح واحدة دنيا ازاي تتعامل كل اسوح كل حرفة تعامل زوازوان العمليين معناه ان انت معلش اشن ابقوضة مترين وعندك جرجة اللي هو الصغير ده بتستحقى وبتشرب وبتستنجة لموزر كل حاجة حاجة محي يعني اوزخ واقصر حاجة ممكن تتخيلها ده غير المعاملة بتاعت الزبار سواء في سجن طرق الحياة او في سجن الحربي او في سجن ثمانية واشمانية عايزيبني فالكة الناس دي الناس دي كانوا من شهرات ثلاثة كانوا حوالي اتنشر وستمائة اتنشر اتنشر وستمائة دولو يقف تمام؟ الناس دي يسوسل ستاشر ايخ معتقا ستاشر ايخ معتقا بيغافيهم الناس اللي اتخذت في الاخر احداثة محمد محبود متقدبلوه مرار ملاش اي لازم؟ يعني اوه راحة تقدمني دوبة اشان تقدمني دوبة توزيع منشورات بدون تصريح يعني انا حاكيه يرجع عليا انا اجبت اسمح منين عشان اوه راحة مرشور اوه واحد كريم معمولة هادية معمولة ناسته منشورات تصريح ازاك؟ مقامل سلوطات اللي معمولة مقامل سلوطات ده ده هو انا الحدان يتنه المفروض اعمل ايه؟ اكاوكه او او اخو ام تعالي اتنه فلازم يتكلم عشان عشان اللي بتعطي معمولة سيئة الحالة بتاني عامل الدولة عامل الدولة من يقوموا دولة خلاص ما عادش بتحاجس ولا عامل دولة ومعنصول الاسا وعامل عامل دولة وغيرناو خلقات حد الوطن وغيروا ايه؟ اه مفيش حجل دولة مفيش حجل دولة عامل الدولة في ايه؟ وغيروا ان الشباب بتتخطع ما هو غير بسمه مدامل الدولة للعمل الوطن كل يوم التالي شباب من المدام بتتخطع يعالم الشباب بتتخطع اللي بيرعب ينترمه في اي مجدد بيوضر بيطر عامل عبيبه وبعد كده بيرخلوه مالي لا انت اعراض ولا انت اعيه حاجة الدولة لازم الناس تتكلم تمام ام؟ الصراع اللي هي الصوفة الناس بيقرب بقليني لحق الشهيد حق الشهيد ولا شاعه ولا وظيفة ولا الكلام ده ولا انتظاركل حق الشهيد ده نازم كل الناس تعرف على ما هي حق الشهيد ححي الشهيد البطالة قربت عشان الشهيد ومش عانين سيب مصر عشان خطيرهم. طيب يقولوني الناس عالك الناس عالك الناس عالك بيقولي اشتريك دي ايه مصر وانعخص خبيك دم. اولا بيقوليه انت دمك مش رخيص. انت دمك غالي جدا. بس الناس لي ما بتتهمش. احنا العالم كله تتلم عن صورتنا. الدنيا كلها تتلمك وافة تحت الوارد يا شباب مصر. طباب؟ فياريك. واريك تتكلم عن كل خوف ومع تغالين. واريك الناس فاهم. كلها انا هنا ياريك. لما ينزل بمطقته يتكلم عن الناس يتكلم مع بيته. الناس اللي عالك في البيوت مش فاهمين اي حاجة. والي علامة المدالة الابتناء. اللي عملين يقولينه ان مش حاجة بتحريف. وبالتاجينه. والكلام ده كله. احنا مش بلتاجين. ولو بلتاجين يقولين الحق. احنا بلتاجين الحق. بلتاجين عشان تنزل. وعمروني ما ازان الحق. احنا حزر. لو في حق نص الموجودة في الامي. حزر فاهم ايه. ويقل فيها علينا الجريش لفد اعتصام. بلاياتهم من 15 سبراين. تمام؟ لغاية اخر فد اعتصام اللي هو كان مجلس الوارد. الناس الناس اللي اكتبع موجودة في العتصام عارفيني عن ايه. لما بكون ديالي. وفتحة على صوت البيادة. فتحة على صوت البيادة. وهم ما برحمه راجب كبير. ولا شاك زلعان صورة. ولا واحدة. واثورة المعرض بتعملوها. حضرت بشرك صورة بس كتير. صور بنات كتير. البنت اللي على فكرة الدكتورة دي انتوا احرق شباب من اجل عدلة ويخبرية. حارف اصباع عدلة لشباب من اجل عدلة ويخبرية. وموجودة بحاجة. ما كانتش بتسنف. وكان بتدخل من اجل اخبار. لاخل شخص موجود قدامه. عشان تعالف. الدكتورة غير كمان. اللي انقصت واحدة هو اللي انتقذي فيها انا لما اضربتو خيانا فمحب المحروم. بسبب حد انا محروم. ايه. 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 امين. اشان اها حد وحرنا. اهدلة. اريد كنت تشتر كل العرض. هكتو مع انَّى لاأنت مع الزالب اعظمان. دع هير ماعرفين احنا ايه. مبتعلمنا. وابنعرف يتكلم في السياسة. يريد كنت تست GrenaWOneOneOne One 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 Onejon مع الناس. ويتمهبه بعد عدق المصروف. بشب شب شب شب. بلوقتي معهم اتكلم من الواجب اللي عايز يكمل كلامه. وكيف تلك ازنه. نسرع منه كلمة كده لان هو نسرع. خد الحضرتك. لا لش. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احيى حضرتكم على حضوركم معنا النهاردة. في جمعة الاسرار والاستمرار في اهداف الصورة. الصورة مستمرة. واهداف الصورة يجب كلنا نتبنوها لان دي مستقبل اجيالنا. مستقبل حضرتنا. مستقبل شعبنا. مستقبلنا كلنا مرهون بتحقيق اهداف الصورة. تحقيق حقيقي. انا باسمي شخصيا وباسم اه زملائي عمداء كليات الشريعة والقانون بجمعة الازهر والعلماء المستقبلين بجمعاتها الاحزاب. وبصفتي واحد من خمسة في علماء الفقل المقارن واصول الفقل. اه وعميد اه درصاص تميس كزرية عربي ورغات. دكتور جميل علام. اشرفني ان اكون معاكم النهاردة. لاسبات للعالم ان انا في جمعة الاسرار والاستمرار لتحقيق اهداف الصورة. اذا كنا قد اسقطنا رأس النظارة. فما يزال لنظام الفاسد موجود. اذا كنا قد اسقطنا حسن مبارك المخلوع. فما يزال على السجير الترولي الشجلون مع العدالة لايمة ما زال موجود. اذا كنا قد اسقطنا الفاسدين في الحذر. للاسف شهديد تم استبدالهم لوجوه اخرى. وكأننا كل مطالبنا وشهدائنا عشان نخطر عملية ترميم لمبنى ايض السقوط وليس اعادة البناء على اساس نظيف السجل. عشان كده بندفع التمن غالي. لاننا اختارنا الطريق الاسهل. الطريق غلط. لكن الطريق الاسعب. الطريق الصح. ان يجون عندنا دستور يحدث ايه الحدود والواجبات. والزيت الحاسد. كل واحد. ويكون عندنا انتخابات حرة حقيقية لمجلس برلماني يمثل شعب. له سلطة اصدار قرارة. وليس مجرد تجان توصيات. يكون له سلطة سحة الثقة من وزير. يكون له سلطة سحة الثقة من مجلس وزر. يكون له سلطة محكة رئيس. يكون له سلطة اصدار قرارة. بالخيانة العظمى ومحكة رئيس. اما مجلس منزوع الصلاحية. فهذه ديمقراطية منقوصة. ديمقراطية شكلية صحيح. احنا نتمنى كل صور ديمقراطية تعامل في كل حياتنا. لكن مش عايزنا تبقى شكلية ومنقوصة. لان هذا الشعب الذي ضحى. ضحى بماله. وضحى بحياته. وضحى بابناءه. وضحى في عيون شبابه. وضحى بدماءه. اولاده وبناته. وضحى باموال ثرواته. التي تواطع الفاسدون على سرقتها. وتهدي بها للخارج. ما كانت عزيمة تضحيات. من اجل عملية شكلية او عملية ترميم. لمبنى ايه السقوط. لذلك لابد ان نصر وان نستمر في بناء اهداف الثورة بناء شامخا على اساس سليم. حتى يبنى بناء المستقبل على اساس حاضر صحيح بازم الله عز وجل. كل يوم شبابنا بيدينا معلومة. كل يوم شبابنا بيدينا الامام. كل يوم شبابنا وسط الاحباط. وسط الدوارق. وسط الازمات. وسط الاحزان اللي احنا فيها. بنجد كل يوم في مقصر الولادة. شبابه بيطلع من نفسه. ايه حاسس بمستقبل بلده. حاسس بقضية صورته. حاسس بما يدار في الخفاء. رافض من تلاعب مستقبله او بحاضره. منظر في منتع الروعة. مهما كانت الاحزان بنرى شبابنا من شباب السنوي في السعيدية والارمان محمد كريم والاقبال في اسكندرية وفي المحافظات. الشباب السوائر السنوي ما شاء الله كان رائد في الاحتجاج ورائد في المسيرات التي ترفض التلاعب الحاضر والتلاعب في المستقبل. بالاضافة لشباب الجامعات الذي يرفض تماما التلاعب باداف السورة او الانتفاف عليه. عشان كده كلنا النهاردة جينا النهاردة لنسجل العالم كله. انه العصيان المدني قد نجح تماما في قطاع التعليم لشباب السورة. وان كان لم ينجح في قطاعات اخرى لان شباب السورة كان قلبهم على بلدهم وعلى شعبهم وقالوا ان اتصام او عشيان كامل لقد عشيان جزء كرسالة بنعلمها للعالم ان فيه غلط في السكة. وان الاطر طلع فر القطاع هيعمل حدثة. ولازم قبل الحدثة ما تقع. لابد من احنا نعيد القطاع مرة اخرى على قطاع الطريق. حضرات السادة طريقنا واضح. اهداف السورة. لابد ان تتوقف سيول الماء التي تنزف. لابد ان تتوقف جرائح فقط الاعين لاعز اثنائنا وبناتنا. لابد ان تتوقف الاسلوب الهمجي الرخيص السحي. والضرب والتعرية لبناتنا وشبابنا ونسائنا. الاسلوب الذي يتبع اسلوب القمع اسلوب البلطجة. يجب يجب هذا الاسلوب ان يتم الغاء تماما من قموس حياتنا. يجب ان نبدأ اولا اولا بكرامة الانسان المصري وقيمة الانسان المصري وحرمة الانسان المصري حجر الاساس لاي نهضة. حجر الاساس لاي اصلاح. والشريعة الاسلامية بتعلن. في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. ورزقناهم من الطيبات. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لادم. وادم منتراب. هذا هو الاسلام. وهذه الشريعة تبدأ بكرامة الانسان. وقيمة الانسان. وحرمة الانسان. وحرية الانسان. اي عن كان مسيحيا او مسلما داخل المجتمع. له نفس الحقوق. له نفس الحرمات. له نفس الحريات. له نفس الكرامة الانسانية. التي اعلنها الله في قوله يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان إن أكرمكم عند الله أثقاكم إن الله عليم خبير أيها الإخوة إذا كان هناك بعض الأصوات التي تعالت باسم الدين للأسف الشديد في الفترة الأخيرة تقول لا داعي للأعتصامات ولا داعي للمسيرات ولا داعي للمظاهرات فهذه دعوات من جلسوا على كرسي أو من ركنوا إلى منصب أما من حملوا هم دماء الشباب وهم عيون من فقعت أعينهم من أغلى أبنائنا وبناتنا ومن سحلوا من نسائنا وفتياتنا فإن هؤلاء لا يمكن أبدا أن يغمض لهم جفن حتى يروا القصاص العادل في كل من أجرم في حق شبابنا وأمتنا بدءا من المخلوع إلى حبيب العدل إلى كل من شارك في إطلاق الرصاص على أبناء الشعب المصري هذه حقيقة يجب ألا تغيب عن أزهاننا ويجب ألا نصدق الفتاة والكاذبة التي تعلن قبول الدية والتسامح والعفو لا تسامح إلا بعد إدانة ومحاسبة جادة لكل مجرم أما أن نبرئ المجرم قبل أن يعترف وقبل إثبات الجريمة ذلك لون من ألوان التسطر ذلك لون من ألوان العدوان على حقوق الناس إن الذي قال في القرآن الكريم كتب عليكم الصيام هو نفسه الذي قال في القرآن الكريم سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فالقصاص مكتوب مفروض كالصيام تماما مكتوب مفروض كالصلاة تماما مكتوبة مفروضة فلا تقبل صلاة إلا بأن نقيم عدل الله في كل ظالم ولا يقبل الصيام إلا بأن نقيم القصاص من كل قاتل وإلا كذبنا إن ادعينا الإسلام مع التسامح مع المخلوعة أو مع المجرمين الذين أجرموا في حق هذا الشعب لذلك يجب أن نطالب ونعلنها كما أعلناها باسم علماء الأزهر وعلماء الشريعة والقانون وأساتذة الدراسات الإسلامية معنا في معهد دراسات الإسلامية في إسكندرية بالعربية وباللغات ومئة وخمسين عميد من عمداء الكليات أعلن ضرورة إعادة المحاكمة بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء وإعادة تحقيق وضم جميع أدلة الاتهام التي لم تضم إلى القضية حتى الآن حتى لا يبرأ المجرمون كما حدثت البراءة في السيدة زينب وفي الزاتون وفي السويس وفي الإسكندرية وينتظر البراءة لهؤلاء المجرمين بقضية غير مستوفاة لا بد أن نصر على ضرورة القصاص العادل لكل هؤلاء المجرمين الذين أجرموا في حق فرد واحد قبل أن يكونوا قد أجرموا في حق 3000 شهيد حتى الآن منذ الثورة إلى يومنا هذا لدينا 3000 شهيد ولدينا 6000 مفقوء الأعين من أعزي شبابنا وبناتنا ولدينا 8000 مصاب بعجز كلي أو عجز جزئي ولدينا 16000 معتقل محبوس على زمة قضايا وهمية كاذبة إما محاكم عسكرية أو محاكم أمن دولة أو محاكم مدنية أو مغيبين في السجون والمعتقلات لا يدري أهليهم أهم أحياء أم أموات لن يهدأ لنا جفن ولن تغمض لنا عين حتى نقتص لكل هؤلاء الذين ظلموا ظلما وعدوانا ونقتص من كل ظالم بدءا من حسني وأعوانه إلى كل من أطلق الرصاص على أبناء هذا الشعب المصري حضرتك أعرفهم الأضراب سبق أن أعلن مرارا أحقية كل مظلوم في أن يتظلم بالتظاهر أو بالإضراب أو بالاعتصام طالما كان سلميا والدليل على هذا في الإسلام قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فمن ظلم استثناه الله عز وجل أن يجعر بشكواه في الميدان في الشارع في الأبواب في الطرقات في أي مكان يعبر عن مظلمته وأعتقد أن 85 مليون إلا 40 فرد من الشعب المصري كلهم موجوعون كلهم مظلمون إما ظلموا في أرزاقهم إما ظلموا في مرتباتهم إما ظلموا في أموالهم إما ظلموا في بيوتهم إما ظلموا في أولادهم إما ظلموا في صحتهم إما ظلموا في رغيف خبزهم إما ظلموا في أنبوبة متجازهم التي ما زالت تسرق حتى اليوم بالنهب المنظم أحد إنجازات حكومة الجنزوري والمجلس العسكري سواء بسواء النهب المنظم ما يزال حتى الآن لذلك نصر على ضرورة نقل السلطة فورا وانتخاب رئيس فورا الآن وليس غدا يوم واحد يبقى في هذا النظام الفاسد يساوي بالضبط بإحصائية رقمية يساوي خسارتك أيها الشعب مليار ونص جنيه في اليوم يتم نهبها لبيزنس الفساد على دعم السلع الغذائية التي لا تصلك وإنما تصل من خلال السوء السوداء هذه السوء السوداء من الذي يديرها إنه بيزنس الفساد على حساب الشعب يوم إضافي يوم إضافي يظل فيه هذا النظام الفاسد يعني قتيل ونصر يقتل تسيل الدماء على أرض هذا الوطن ألا تعلموا أيها السادة أنه خلال فترة الجنزوري ورئاسته للوزارة تم قتل وإصابة خمسمية سبعة وعشرين مواطن بدءا من أحداث محمد محمود إلى أحداث مجلس الوزراء إلى أحداث بورسعيد بلغت خمسمية سبعة وعشرين قتيل ومصاب حتى الآن أعلى معدلات الإنجازات الإجرامية في الوزارات كلها التلاتة بدءا من وزارة شفيق إلى وزارة شرف إلى الوزارة المتفوقة في أول إنجاز الإبادة الجماعية في شارع مجلس الوزراء الإبادة الجماعية في محمد محمود الثانية الإبادة الجماعية في مطش كورة بمجزرة معدى سلفا كما تعلمون ببلطجية الفساد النظام الفاسد الذي لا يريد أن يتوب عن أسلوبه القميء القذر الذي تعود عليه في تصفية معارضيه ومخالفيه في الرأي حتى تبقى الدكتاتورية هي سيدة الموقف وتتحقق معجزة المخلوع أنا أو الفوضى يا حضرات انتبهوا إنه سيناريو متكامل عصابات بتشقطنا بعضها لبعض والضحية والمجني علي هو الشعب المصري إننا لن نقبل أن نكون مفعولا به بعد اليوم لأن كنا ولأن تصوروا أن الشعب المصري مفعول به غير منصوب بالفتحة إنما منصوب عليه دائما فإننا نعلن بأننا لن نبقى ولن نكون بعد اليوم مفعولا به بل لابد أن نكون فاعلا حقيقيا مرفوعا بكرامته فوق عنان السماء يا حضرات إننا نصر على أهداف الثورة ونصر على الاستمرار في أهداف الثورة حتى يتم تسليم السلطة فورا إلى سلطة مدنية ساعتها عندئذ نطمئن ولن نقبل أيضا في سلطة مدنية ما حدستنا وبشارتنا به الصحف القومية بالأمس شفيق يعلن أنه استشار المشير في أن يرشح نفسه رئيسا شفيق يتلقى البركة من فضيلة الإمام الأكبر في الأقصر مرشحا رئاسيا ولا عاوزين شفيق ولا عاوزين المشير وكفياها عسكر من جمعية رعاية المسنين عاوزين الناس تفهم يعني سياسة يعني اقتصاد يعني إدارة شعب يعني نفسية قيادة يكون عندها سواء نفسية سوية وليست نفسية حقودة على الشعب المصري نفسية محترمة تربت في بيوت محترمة تعرف كيف تتعامل مع هذا الشعب العريق شعب الحضارات الذي داسوا على كرامته بالأقدام هذه الشخصية بإذن الله تعالى سوف نعلن يوما ما في هذا الميدان اختيارات من يصلح من الأكفأ من لا يصلح دون عصبية لا لجماعة دينية ولا لحزب سياسي إنما مصلحة الشعب المصري فوق الجميع هذا ما ينبغي أن نفكر فيه أما مجاملات أخرى كفان مجاملات كفان مجاملات كفان الاحتلال العسكري أكثر من ستين عاما حتى النكسات ولم نتزوق طعم انتصار إلا مرة واحدة في تلاتة وسبعين يوم أن نزل أنور السادات واحترم الشعب المصري ودعا إلى الديمقراطية وتعدد الأحزاب يومها تحقق الانتصار في جميع مراحل الدكتاتورية كانت الهزائم والنكسات وبغير ذلك لا يمكن لشعب مهضوم أن يحقق انتصار هذا الوضع الحالي الذي نعيشه إذا استمر هذا الوضع على ما نحن عليه يؤسفني أن أقول أن تاريخ أحداث نكسة 67 يعود مرة أخرى كانت الشرطة العسكرية في 65 تذهب إلى البيوت وتعتقل الناس ونفس الوضع نراهي الآن في الميادين وفي المظاهرات مع الشباب كانوا يجردونهم من الثياب وإلى السجن الحربي وكان يعزب يعزب المواطنين وأنا طالب رأيت بعيد كم يقادون بالكرابيج في الفجر في عربة اللي هي النهاردة كانت زمان عربية الكلاب آسف في التعبير ويتشدم ويتحطم ويترمم فلا يعلم أنه أحد ولم يمضي عامان إلا وحدثت نكسة 67 اليوم اليوم تتكرر المأساة مرة أخرى لكن مع الفارق أن لدينا شباب على درجة من الوعي أما شبابنا كان مضطراً أن ينام ويستيقص ويصحو على شعارات محفوظة يرددها كالببغاء لم يكن له اختيار آخر لكننا نحمد الله أن شبابنا اليوم أوعى من شباب الأمس أوعى من ديلنا أكثر وعياً وهذا ما نعول عليه وهو يمثل 60% من الشريحة السكانية في المجتمع لذلك يا شباب لا تسمحوا للإعلام المزية لا تسمحوا لإعلام شهود الزور في القناة الأولى وأخواتها لا تسمحوا لهؤلاء المأجورين الذين يأكلون على جميع الموائد فتاة الموائد لا تسمحوا لهؤلاء أن يقدموا لكم معلومة ملوسة اسمعوا للجميع واخذوا من الجميع والحمد لله لديكم أدوات نقل التكنولوجيا المعلومات في أسرع وقت من جميع المصادر دون أن يتدخل فيها أحد فالفرصة فرصتكم أن تحملوا هذه التكنولوجيا للمعلومات لكي تقدموا الوعي لهذا الشعب المسكين المغيب الذي ينتظر منكم كلمة واضحة وبياناً صريحاً شافية لماذا نحن معتصمون ولماذا نحن سائرون لذلك كما قلت يجب علينا أن نحذر من الفساد الإعلامي والفساد التربوي والفساد في الأجهزة الرسمية وعلينا أن نبني زواتنا وأن نكون ثقافاتنا وأن نكون كلمة واحدة في الميادين ساعتها ستتحقق أهداف الثورة أيها الإخوة إننا نطالب ونطالب بكل وضوح وبكل صراحة سرعة التسليم لسلطة مدنية طالما كانت هناك سلطة عسكرية جربنا فيها ما لا يقل عن ستة مجازر وحشية لم تمارس مجزرة منها طوال هذه الفترة مع إسرائيل الخصم والعدو الذي قتل زباطاً لنا وجنوداً لنا على الجبهة لم نر مجزرة واحدة بسلاح قواتنا تتعامل به مع إسرائيل ولكن للأسف الشديد وجهت الأسلحة من قوات الخاصة وقوات الشرطة العسكرية وقوات المظلات حتى كان الحادث المشؤوم الذي يندى له الجبين حتى الغرب الذي يعني مش عايز أقول لا يدين بعقائدنا هذا الغرب مش مأزت نفوسهم عندما أرأوا بناتنا تسحل ونساءنا تضرب وفتياتنا تكشف كشوف العزرية وغير ذلك وهذه جريمة شرف وجريمة أخلاق وجريمة تربية عار على سياب المشير وعار على سياب الفريق وعار على سياب كل ضابط في الجيش المصري أن يتم السكوت على هذه الجرائم والله الذي لا إله إلاه إن لم يحاكم حسام مصطفى وإن لم يحاكم مدير الشرطة العسكرية وإن لم يحاكم الحاكم العسكري للمنطقة المركزية على هذه الجرائم وهذه الدماء فعلى الجيش السلام وانتظروا نكسة أشد من نكسة 67 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أن امرأة عربية عادية ذهبت تشتري وتبيع في سوق اليهود فأبى اليهود عليها إلا أن تكشف وجهها فامتنعت وهي تتداول في التجارة معهم فجلست على كرسي عند الصائغ فقام أحدهم فشبك ترفسوا بها بظهرها فلما قامت انكشفت سوئتها وعورتها فتضاحك الناس فذهب الخبر إلى بعض المسلمين فغاروا فقتلوا هذا الصائغ الذي أصاب هذه المرأة في شرفها دون أن يسألوا هل هي مسلمة ولا غير مسلمة هل هي تبعنا ولا مش تبعنا ولم يقتصر الأمر على هذا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا وقاد معركة لإجلاء هؤلاء اليهود عن المدينة يهود بني قينقاع وأخرجهم تماما لمجرد جريمة شرف واحدة جريمة شرف واحدة لامرأة ما سألش هي تبعنا من إخوان ولا سلفية ولا من سلفية ولا ليست أختا لم يسأل أختا ولا أما ولا أبا ولكن الشرف لا يتغير والشرف لا يتجزأ والشرف لا ينقسم شرف المسيحية كشرف المسلمة شرف الإنسان كشرف المسلم يستويان تماما ليس في الإسلام ازدواجات معي هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم فلا أدري أدعياء الإسلام اليوم الذين لم نسمع لهم صوتا وأدعياء حرية المرأة أيضا الذين لم نسمع لهم كلمة في هذه الجريمة الشنعاء لماذا لم يقيموا الدنيا ولم يقعدوها كما تعودنا منهم للأسف للأسف إذا كانوا يحرصون على شو أو كرسي فالحمد لله شبابنا هو شباب النخوة هو شباب الصحوة هو شباب الصفوة هو أمانة الحاضر هو أمانة المستقبل نحن معكم ومن ورائكم وبكم ومعكم حتى تكتمل أهداف الصورة بإذن الله ويحاكم كل مجرم أسائل هذا الوطن أو هرب الأموال للخارج أو قتل أو صوب في عين شاب أو فتاة أو سحر امرأة أو بنتا أو أسائل عرب أو شوه سمعة الزوار والمتظاهرين نحن معكم وبكم ومن ورائكم ولكم حتى يتحقق القصاص العادل أو أن نموت شهداء مثلهم في سبيل الله أشكركم والسلام عليكم شكرا 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 شكرا